حثى وزير الدفاع اليابانية الدول الأوروبية على المشاركة العسكرية بشكل أقوى في منطقة آسيا والمحيط الهادي لمواجهة نفوذ بكين في المنطقة وفي خطابها مام اللجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي حول الأمن والدفاع دعا الوزير اليابانية الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التزامه تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادي وطلب بمواصلة وتوسيع التعاون الأمني في عهد بايدن أخذت اليابان خطوات أكثر تنافسية في خلافاتها مع الصين برز ذلك في عدة مواقف وقرارات واتفاقيات في ربيع هذا العام كان الرئيس الحكومة الياباني يوشيهيدي سوغا أول زعيم أجنبي يزور الرئيس جو بايدن وانتهت الزيارة ببيان مشترك يتعهد فيه الزعيمان بمواجهة التحدي الصيني وأشار صراحة إلى تايوان في سابقة لم تحدث منذ نصف قرن وفي أول قمة لبايدن كانت اليابان مع أستراليا والهند ساعين إلى تعزيز التحالف الرباعي الذي اقترحت اليابان إنشاءه عام 2007 في مواجهة الصين وسرعان ما ردت بيكين مهدتة بأن التحالف سيمثل خطأ استراتيجيا فادحا وتوالت المواجهات اليابانية مع بيكين حتى حاولت مجموعة السبع التي تضم أغنى ديمقراطيات العالم طرح بديل عن مبادرة الحزام والطريق التي خصصت لها الصين تريليونات الدولارات بعد أيام من القمة أرسلت اليابان أكثر من مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى تايوان التي تكافح لثأمين اللقاحات وتتهم الصين بالتدخل ما أثار غضب بيكين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها لم تكتفي اليابان بذلك بل تسعى إلى توسيع تحالفاتها مع الغرب وحث وزير الدفاع الياباني الدول الأوروبية على توسيع المشاركة العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل أقوى لمواجهة النفوذ الصيني اشتركوا في القناة